لم يكن ميدان المواجهة في اليمن محصوراً بالساحة الداخلية ولم يكن قدر الأخ الرئيس المناظر المشير عبد ربو منصر هادي أن يحارب في جبهة واحدة بل على أكثر من جبهة في الداخل والخارج بدءاً من مؤتمر القمة العربية التي عبر فيها الأخ الرئيس بوضوح عن جراح اليمن ومعاناة اليمنيين وستمرت الرحلات الميمونة لفخامته وكلها تثمر عن مزيد من الدعم لشرعية اليمن الدولة والشعب وحصار المتمردين الذين خانوا الله ورسوله وبعوا أنفسهم للشيطان بن كيمون أمين عام الأمم المتحدة ومهندس السياسة الدولية لما كان عنده للعواطف إنما يتعامل مع الحقائق وفي لقاء الأخ الرئيس به كانت حقة المشير عبد ربو منصر هادي واضحة وضح الشمس في رابعة النهار مما جعلنا نستمع إلى بن كيمون وهو يقول كلاماً غير الذي كان يقوله قبل لقاء الأخ الرئيس وتوالت زيارات الأخ الرئيس ولقاءاته بزعماء العالم من قادة عرب وغيرهم فقد التقى فخامته بأخيه الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وكان لقاءاً مثمراً لتعزيز عرى العمل العربي المشترك بما يعود نفعه على الأمة العربية جمعاً وليس على اليمن وحده وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها صاحبة تأثيراً في مقريات الأحداث على مستوى المنطقة والعالم وكانت اللقاءات المثمرة للأخ الرئيس بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان التي حمل فيها واجب الشكر للإمارات دولة وشعباً على مواقفها المتقدمة في إطار التحالف العربي الداعمي لشرعية اليمن وأثمر اللقاعاً مزيداً من الدعم الإماراتي ذلك هو غيظ من فيض وقطرة من مطر في مسيرة الجهود المباركة للمشير عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية الذي اتسعى قلبه لهموم أبناء شعبه ولم تشغله المؤامرات والعدوان عن أداء دور مكمل لدوره في قيادة المقاومة المواجهة للعدوان من أبناء الشعب والجيش الوطني وهي مهام لا يقوى على حملها إلا عظماء الرجال وصناع التاريخ